المسرح كمان لم تتخلى عنه كانت بداياتك معظمكو زي ما حضرتك قلتلي قبل الهوى اشتغلته كجيل فيه مسارح للهواة مسارح الجامعة تخططه الأرقام مسرحيات كبيرة جدا أنتو اشتغلتوا فيها لسه كنت بتكلم مع حضرتك عن بيوم في وقت هقولك كان بيقوله أنه عمل مئة مسرحية ده حاجة درس لكل واحد عايز يتجه لهذا المجال إنه شاق وإنه محتاج استعداد مش فرصة وأرجوكو يعني شوفوا لي أي مساحة معاكم لأ لازم يكون فيه المدخل الشرعي يعني من خلال المسارح دي من خلال المراكز اللي كمان معدى لاستقبال الهواة والشباب هو مسرح الجامعة هو الموتقة اللي بتصهر الفنان الحقيقي هي اللي بتشكل وجدانه وبتشكل عقله لأن أنا أما بتشغل في مسرح الجامعة بقرة المسرحية قبل ما بمثلها فعلى مدر الدراسة الجامعية بقرة حوالي 10-15 مسرحية على عدد المسرحات اللي أنا بتشغالها أشكال وأنواع وألوان من الكتاب أنا بقرار لهم فاتخالي من اليمين واليسار والمسرح العبس والوجودية والمسرح 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 والحاجات دي كلها أنا شغلت في مسرح الجامعة كتير جدا وأخرجت جامعة عين شمس وأخرجت للمسرح وكنت بس شغل طول النهار في مسرح الجامعة وبالليل بروح مسرح الطليعة ده المدرسة بقى الحقيقية بالنسبة لي يعني ده الأساس المسلح بقادة الفنان أه طبعا وأي بيت بيت بني لازم أساس مسلح ومسرح الطليعة ده هو الأساس المسلح بالنسبة لي لأن سامر العسفوري ربانا تربية مسحية جدرة اسم كبير في المسرح